لا تزال أثار الحروب التي طالت من أرواح العراقيين الملايين لا تزال تفتك بالأجيال المتعاقبة وعلى طريقتها الخاصة فالحروب الممتدة من عام 1980 ولغاية 2003 وما بعدها من حروب تحرير محافظات من براثن الإرهاب تركت مخلفات ما بين دمار البنية التحتية وأمراض إشعاعات أسلحة استخدمت بحروب مختلفة أما صدمة أهلة الحرب التي لم تتوقف حتى اليوم جاثمة على صدور المواطنين فاتكة بانتشار أمراض السلطان حيث الكارثة البيئية الأخطر من مسبباتها والتي كشفتها وثائق نيابية حول وجود 3673 منطقة في عموم العراق ملوثة بإشعاع اليورانيوم ما يعني أن الحرب وإن انتهت بأصوات بنادقها إلا أنها تلتهم الأرواح بسلاح الأورام الخبيثة تقارير سابقة كشفت عن تسجيل نحو 700 حالة سنويا بأمراض ناتجة عن الإشعاعات فيما نفت مصادر للتغيير حقيقة تلك الأرقام حول عدد المناطق التي ينتشر بها اليورانيوم مؤكدة المبالغة بها في الجهة المقابلة كشفت دراسات دولية سابقة عن أن التلوث الإشعاعي منتشر في مدن وسط وجنوب العراق كافة وبدرجة خطيرة تعادل نحو 250 قنبلة ذرية وبدورها سجلت عشرات الألاف بالإصابة بسرطانات مختلفة الوثيقة طالبت باستئناف عمل اللجنة المشكلة سابقا بخصوص منح المتضررين تعوضات تصل بحسب الوثيقة إلى نحو 4 تريليونات دولار اشتركوا في القناة